صباحكم الله بخير اخواني بعد ما صورت ريوغي وتحديدا حليب الصوية وايد اسئلة يتني بخصوص حليب الصوية وايد يتلي اسئلة بخصوص حليب الصوية انه ممكن يرفع الاستروجين في الجسم او هرمون الاستروجين هذا الموضوع طبعا وايد طويل والدراسات اللي تمت على حليب الصوية يعني ما اضالغ لكم بالمئات خلوني ادردش وياكم باختصار عن هالموضوع بس خلوني احاول احيط هالموضوع من كل جوانبه شنو مشكلة حليب الصوية وشنو اساسا شنو الاساس في يعني الكلام تركز على وين بخصوص الصوية مو بس حليب الصوية الصوية تعتبر من البينز من البقوليات او من فصيلة البينز الفاصولية عالي بالبروتين يحتوي على مادة تسمى بالايزوفلافونز كل الدراسات واغلب الدراسات كانت تركيزها على هالمادة يعني خلونا نقول ان هذه المادة هي المتهم الرئيسي في الصوية واذا نبيها تكون تعبير عدق ان هذه المادة هي المتهم الرئيسي بس لان الصوية اكثر العطعم احتواء على هذه المادة فصار الاتهام على وين الصوية يعني فيه اغذية ثانية فيه خضروات ثانية تحتوي على هذه المادة بس مو مثل تركيز شنو مشكلة هذه المادة هذي مشكلة المادة هذي انها لمندش الجسم شكلها بضب نفس شكل الاستورجين في الجسم كمقدمة اكو مستقبلات يسمونهم ريسيبترز هذه المستقبلات هي المسؤولة المستقبلات هذه هي المسؤولة عن ادخال الهرمونات لداخل الخلايا وكل هرمون له ريسيبتر خاص فيه يعني التستاسترون فيه لرسيبتر خاص فيه الانسولين فيه لرسيبتر خاص فيه وكذلك الغروث هرمون الكورتزول الكلوكاغون وكذلك بالنسبة للأستورجين فيه لرسيبتر خاص فيه مستقبلات هرمون الأستورجين منتشرة في الجسم وفيه اعضاء الجسم موجودة في الكبد موجودة في العظام موجودة في القلب وموجودة ايضا في المخ وغيرها من الاعضاء الجسدية الحين هذا الفائل آيزوفلافونس شكلها نفس الاستورجين فإذا راح إلى هذا المستقبل إلى هذا الرسيبتر الرسيبتر يتعامل وياكا أنها استورجين فياخذه ويدخله داخل خلية طبعا الهرمونات لما ندش داخل خلايا توحي إلى الديان اي وتصنع البروتينات بعد ذلك طبعا خلص يعني شوف شنو عاد الهرمون هذي شنو وظيفته الاستورجين في له وظائف كثيرة في الجسم عشرات الوظائف فالآيزوفلافونس بما أنه يدور يعني يقوم بنفس دور الاستورجين لما ناخده بكميات عالية راح يأدي نفس وظيفة الاستورجين يعني الشخص إذا ارتفع عنده هرمون الاستورجين في الجسم شنو راح يسيغ فيه نفس الشيء إذا ارتفع عنده الاستورجين طبعا أحد المشاكل اللي تأديها ارتفاع الاستورجين هو سرطان ثدي هذه واحدة من المشاكل الخطيرة احنا نقول فيه مشاكل ثانية مثل اضطراب في الدورة مشاكل كثيرة احتباس الماء مشاكل في القلب وغيرها من المشاكل ارتفاع الضغط على العموم الحين فيه ابحاث كثيرة ودراسات كثيرة ما راح ندش فيها احنا قمنا لكم في مئات الدراسات هذه الدراسات وايد من الضاربة والدراسات هذه اغلبها دراسات احصائية فيه دراسات تجربية لكن كثير من هذه الدراسات احصائية هذه الدراسات كثير منها تبين ان تناول الآيزوفلافونز سواء المكملات او الاكل ما لتأثير تبين ان هذا التناول الآيزوفلافونز ما لتأثير على صراطان الثدي خصوصا للنساء اللي تشافوا من الصراطان يعني اللي كان فيهم صراطان الثدي وتشافوا بعد ذلك تناوله والآيزوفلافونز شافوا انه ما لتأثير يعني ما يخلي النساء يرد مرة ثانية يصير فيهم صراطان الثدي ويفسرون هالشيء هذا ليش؟ يعني حتى أن كثير من الدراسات تقول أن الأزوفلافونز وايد مفيد للجسم وتأثيره مو أمية بالمية مثل الأسترجي لأن الأزوفلافونز في بعض المستقبلات في الأعضاء يسوي بلوك على الأسترجي وإذا أنا بنكون وايد دقيقين في التعابير يحاكي تأثير الأسترجي يعني في بعض الخلايا الصوية تحاكي مفعول الأسترجين وفي بعض الخلايا الثانية والأعضاء الثانية تسوي بلوك على تأثير الأسترجين ولهذا يفسرون كثير من العلماء يقولون أن الصوية وايد مفيدة للجسم وما لها تأثير على سرطان الثدي لأن المستقبلات الموجودة في الثدي تسوي بلوك على الأسترجين يعني الصوية دورها هنا يتسوي بلوك على الأسترجين وفي خلايا الثانية مثل العظام بالعكس تقوم بدور الأسترجين لأن الأسترجين يمنع حشاشة العظام يعني الصوية مفيدة لمنع حشاشة العظام ومفيدة لمنع سرطان الثدي الصوية أو الآيزوفلافونز يقوم بدور الأسترجين في العظام وما يقوم بدور الأسترجين في الثدي بينما الأسترجين الحقيقي الهرمون الأسترجين ما يفرق في العظام يسبب حشاشة ويمنع الحشاشة وفي الأعضاء الأخرى يسبب السرطان ارتفاع طبعا نتكلم عن ارتفاع هذه مقدمة الحين أتمنى أن الكل فهم اللي قاعد أقوله مقدمة بخصوص الصوية فإذن مثل ما قلنا أن الموضوع كله بخصوص الآيزوفلافونز اللي هي المادة اللي موجودة في الصوية الحين خنروح في أرض الواقع خنشوف الآيزوفلافونز هذا شكثر موجود في الصوية والأشخاص اللي تمت عليهم الدراسات شكثر كانوا يأخذون من الصوية وتحديدا شكثر كانوا يأخذون من الآيزوفلافونز منتجات الصوية كثيرة مثل حليب الصوية مثل طحين الصوية مثل بروتين الصوية مثل الميسو مثل حقوب الصوية نفسها أو الإدمامي وكذلك في جبنة الصوية في كاستر الصوية الحين في أبحاث طلعت كمية الآيزوفلافونز اللي موجودة في هذا الأكل والنتيجة شنو؟ أن بروتين الصوية وطحين الصوية يعتبر من أكثر مصادر الآيزوفلافونز يعني أكثر الأكل هذا احتوان على بروتين الصوية تقريباً الأمية جرام فيها أمية ميلي جرام آيزوفلافونز كوب حليب صوية يحتوي تقريباً على 24 ميلي جرام آيزوفلافونز السوي بينز نفسها الحبات الصوية نص كوب تحتوي تقريباً على 47 ميلي جرام آيزوفلافونز ليش أقول لكم هلأ أرقام؟ خلونا نعرف الشعوب اش كثير تاكل من الآيزوفلافونز او اش كثير تاكل من الصوية عشان نعرف نقارن بين الشعوب على اعتبار أنه فيه دراسات تقول بأن الشعوب الآسيوية وايد تاكل صوية بس ما فيهم سرطان بينما الشعوب الغربية يأكلون صوية أقل وانتشار السرطان بينهم أكثر طبعاً هذا الكلام صحيح لكن خلونا نشوف الشعوب الآسيوية اش كثير يأكلون في دراسات إحصائية تذكر بأن الشعوب الآسيوية خصوصاً مثل اليابان الصين هونغ كونغ تايوان ما تتجاوز كمية الآيزوفلافونز عندهم عن الـ 100 ميلي جرام تخيلوا فإذا قلنا حليب الصوية الكوب الواحد في 24 ميلي جرام آيزوفلافونز فالشعوب الآسيوية ما تشرب أكثر من أربع كواب باليوم آيزوفلافونز أو صوية وكذلك بالنسبة لباقي منتجات الصوية الشعب الياباني ما بين 25 إلى 50 ميلي جرام آيزوفلافون باليوم الصينيين يمكن يوصلون لأمية بينما الشعوب الغربية الهولند البريطانيا في أمريكا ما تتجاوز الكمية عن 2 ميلي جرام في اليوم طبعا أخواني 2 ميلي جرام أنا أدري مثلا إذا شرب كوب واحد هذا فوق 24 يعني ما يشربون كلش أو يشربون مثلا شوية حليب صوية لا هذا معدل يعني هما ما يشربون كل يوم الشعوب الغربية فالمعدل خلال الأسبوع أو خلال السنة أو خلال الشهر أنه 2 ميلي جرام باليوم يشربون من أو يتناولون من آيزوفلافونز ليش أقول هذا الكلام أقول هذا الكلام أن حسب الدراسات أغلب الدراسات لما نشوف تأثير الآيزوفلافونز على المخاطر الجسد دائما الكميات تكون 50 60 ميلي جرام 108 ميلي جرام فبذلك فعشان شي أنا أبي أقول لكم والزبدة اللي أبي أوصل لها عشان ما أطول عليكم صوية مواد مفيدة خصوصا للكلسترول تخفض الكلسترول بس أخذوها باعتدال يعني لا يتجاوز الآيزوفلافونز باليوم عن 100 ميلي جرام يعني أربع أكواب حريب صوية أدري هذا الكمية كبيرة تعتبر بس يعني كل ما تقللون يكون أفضل فهذه الكمية هي المناسبة اللي تمت عليها الدراسات تقريبا هذا الموضوع يعني أحط فيه كل جوانبه فيه بس موضوع موضوع التعارض بالنسبة لبعض الأشخاص يسألون هل الصوية تأثر على نشاط الغدة أو الغدة الدرقية والهوربونات التي ثري اللي تنتج عن طريق الغدة الدرقية كثير من الأبحاث ذكرت بأن إذا كنت تأخذ حصتك من الآيودين إذا كنت تأخذ يعني حصتك اليومية من الآيودين أغلب الدراسات تذكر بأن الصوية ما لها تأثير على الغدة نعم إذا كنت ما تأخذ الآيودين اللي تحتاج الغدة وفوق هذا تأخذ الصوية ممكن يكون فيه تأثير كذلك تناول الصوية يتعارض مع دواء يسمى التامكسفين أو الاسم التجاري له النولفيدكس هذا الدواء يأخذون اللي مصابين بسرطان الثلي بعيد الشرع عنكم فينصح بأن ما تناول الصوية مع تناول هذا الدواء كذلك ينصح بعدم تناول بعض الأدوية اللي تكون مضادة للتجلط مثل الوارفرين ينصح بعدم تناول الصوية مع الوارفرين وبس هذا تقريبا الموضوع كل عن الصوية واتمنى أني أحط من كل جوانب وإذا في أي واحد يريد سأل عن هذا الموضوع أنا حاضر موسيقى